أبدأ عودة النشاط السياحي والتعافي من تحديات تعصفت بالقطاع السياحي خلال السنتين الماضيتين تعرض الأصوات التي تنادي بتجديد الرقابة أو بتجديد الرقابة على الحجزات السياحية الداخلية أو الخارجية تفاصيل أكثر نتابعها مع ضيفنا أمين عام وزارة السياحة والأثار الدكتور عماد حجازين الذي ينضم إلينا عبر الهاتف أهلا بك دكتور دكتور جمعية وكلاء السياحة والسفر أعلنت عن مخالفات لمكاتب سياحية وأشخاص يمتهنون هذه المهنة بداية هل رسلتم شكاوى وكم عددها حتى الآن؟ مساء الخيار مجددا واقع نعم ترى عشرة ستة ستة أم الوزارة التي 234 شكوى مختلفة ليست كلها مكاتب ولكن هناك شكاوى خاصة شكاوى خاصة بأدل السياحيين شكاوى مطاعم شكاوى فنادق ولكن من نسبة العظمى من هذه الشكاوى مرجعية المكاتب السياحيين نعم كم عدد هذه الشكاوى وما طبيعتها أو طبيعة هذه المخالفات؟ هل هي بالواقع مخالفة شكاوى في أكثر بعضها في إخلال في الخدمة المتفق عليها بين المكتب والطبيعة الأخرى كانت أيضا من الجانبية بخصوص مكاتب مارس الإعلام على حلاتها مصرح لها نعم وفي بنت آخر مكاتب هي مكاتب السياحية ولكنها غير مجدد لتصريحها وترخيصها للعمل مجددا نعم دكتور في الأوين الأخير أيضا نشهد ترويس سياحي للأردن عبر مواقع التواصل الاجتماعي كيف تتأكد الوزارة من صحة هذه الإعلانات؟ في الواقع الوزارة بدأت هنا شرط للإعلام عن رحلة سياحية يعطي البرنامج السياحي من الوزارة هذا بالتنسيق مع الجمعية ومتابعته من خلال لجنة مشكلة من الوزارة جمعية المكتب والسفر لوقوف على كل الإعلانات التي يتم ولكن كما تفضلت هناك بعض الأشخاص الذين يعلنون من خلال بالأساس وسائل تواصل الاجتماعي لرحلات وهم بالأساس غير مرخصين لمزاولة مثل هذه المهنة ويتم متابعتهم من خلال اللجان وتحويلهم خسب الأصول نعم بما أننا تحدثنا عنهم ما هي الإجراءات أو إجراءات وزارة السياحة؟ يعني للتعامل مع الشكاوى ضمن ترويج عدن سياحيا نعم أنا يا سيدي إذا كان هناك شخص بغض النظر ليس فقط مهنب سياحي نعم أي شخص يزاول مثلها دون ترخيص وهو بالتالي مخالف بنصف لتسعة من السياحة بالدرجة الأساس يتم تنبيه هذا الشخص بأنه كان مخالف هناك مخالفة أساسية يتم تحويل بالدرجة بالدرجة الأساسية نعم ولكن في المخالفات لنفرد كان هناك في خدمة متفقلة بين المسافر والمكتب وثار هناك إقلال في تقديم الخدمة للمسافر يتم إدعاء المكتب أيضا للمشتكي والمشتكة عليه واللجنة الشكاوي ببعض حوية لتضيات الحال ثم هذه التنسبات يتم المصادقة عليها أو ربما تعديلها من خلال لجنة كبرى تسمى لجنة السياحة هناك ممثلين لكل القطاع السياحية دكتور لضيق الوقت أخيرا ما هي رسالتكم للمواطنين عند حجز لحلة سيحية خارجية كانت أو داخلية بالأساس الانتباه ومراجعة العقد وهناك قبل أسبوعين سنقول تنظيم عقد موحد بين المكتب والمسافر بالدرجة الأساس قراءة العقد بيتمعون قبل التوقيع عليك نعم أمين عام وزارة السياحة والأثار دكتور عماد عزيزين كنت معنا عبر الهاتف شكرا جزيلا لك لغيات تشغيل مطار عمان المدني في مركة أمام حركة الطائرات المدنية أنهت شركة المطارات الأردنية تأهيل منطقة السلمة في نهايات المدرج بحسب ما أعلنت وزارة النقل الوزارة قالت أن العمل حاليا يتم على استكمال المتطلبات التشغيل حيث تم طرح عطاء لردم الوادي المحاذي لمدرجات الطائرات وأضافت الوزارة أنها تعمل مع شركة المطارات الأردنية على تنفيذ دراسة الجدول الاقتصادية لمشروع استثمار وتطوير مطار عمان المدني كفرصة استثمارية بأسلوب البناء وتشغيل وإعادة الملكية على غرار مطار الملك علي الدولي من خلال الشراكة بين القطاعين العامي والخاص بعد انتهاء عطلة العيد رصدت رؤية أراء المواطنين حول مدى كفاية الراتب حيث أكدوا أنه لا يكفي حتى منتصف الشهر وأنهم يلجؤون إلى الدين لتلبية احتياجاتهم واستكمال ما تبقى من الشهر إذا بدي أحسب لك على راتبي أنا بوصل دايما من 14 الشهر فعليا بمزحش معاك ببلش إيش أدبر حالي أبوي صاحبي سلفي ولا بمزحش يعني باجي بأخذ راتبي إيه ما تطلع زي أخوة اللي عليي 100 ليرة دين يزم والله عشان أسكن لأخر الشهر بأدرس جامعة طب هنا كل ثلاثة شهر بدي 500 ليرة للجامعة يعني إذا بدي أحسبي كل شهر بدي 150 من راتبي وراتبي 260 صفالي 110 ليرات لا أطلعت لا أكلت لا ألبست لا أدخنت مصروفي على الجامعة يوميا مواصلاتي ومصروفي بدي 6 ليرات أقل إشي أنا بعد عشر الشهر أنا عندي خمسانفار عيلي من خمسانفار وأنا أمهم سبعة اللي بعد عشر الشهر بدي من محل الخضرة من محل الدجاج ومن محل الخلويات ومن السوبر ماركت يعني بعد عشر الشهر خمسانف شهر بل كثير كل دين يعني بدك تلتزم باللي يجي أراتي وقت تتأقلم به حبد الله الواحد بيشتغل من هون ومن هون أنا بطقطق وماشي الأمور ظل مراتبي تقريبا سبعدا النير التزمات العيد جدا ألزمتنا بظروف صعبة والوضع الاقتصادي بالبلد يعني جد سيء للغاية يعني أنا عندي محلة صلاة لكن ما يمشيني قدرة يعني سبعة شهر أو يعني ماكشمو اثناء شهر الداية أنت والله لما يبقى بالداية الراتم ما فيه يعني شي بسيط تعرف فترة عيد وملابس يعني وعيديات أهلا الله الحمد لله 150 ألفا وخمسمائة وثلاثون مشتركا في مضلة الضمان الاجتماعي على راتب الحد الأدنى للأجور المعتمد والبالغ 260 دينارا المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي قالت أن المشتركين ضمن راتب الحد الأدنى للأجور يمثلون 10.5% من حدد المشتركين الفعالين حاليا البالغ عددهم مليونا 437 ألف مشترك وحسب الجنسية فإن عدد الأردنيين ضمن الحد الأدنى للأجور بلغ 142 ألفا وثلاثة وتسعين مشتركا مقابل 8.437 مشترك إلزاميا من غير الأردنيين العاملين في منشآت داخل المملكة أكدت دائرة الأراضي والمساحة عدم وجود تدخل أو توجه حكومي لرفع تقديرات قيمة أو القيمة الإدارية العقارية النطق العلمي لدائرة الأراضي والمساحة الدكتور طلال الزبن أشار لأنه هنا قوى شد عكسي من المنتفعين من الطريقة التقليدية تضع راقيل أمام مشروع القيمة الإدارية الذي جاء بهدف تحيد العامل الشخصي والاجتهاد في عملية تقدير الأسعار وأكد أن الدائرة ستعالج أي فروقات في القيمة التقديرية لأسعار العقارات على ضوء التغذية الراجعة من المواطنين من خلال الاعتراضات المقدمة وأضاف أن رسم البيع وضريبة بيع العقار تبلغ 6% مع سمرار إعفاء الشقق من الرسوم لأول 150 مترا أدى إغلاق شاطئ عمان السياحي في البحر الميت منذ ما يقارب السنتين والنصف إلى حرمان ذوي الدخل المحدود من شاطئ عام مناسب للسياحة الداخلية ويقدم الخدمات التي يحتاجها الزوار ودير شاطئ عمان السياحي الدكتور مراد العبادي قال أن خلافات بين أمانة عمان والمستثمر السابق حول تسويات مالية أدت إلى إغلاق الشاطئ الذي تبلغ مساحتهما يقارب 180 دنم منذ عام 2020 مؤكدا أن الموقع سيبقى مغلقا إلى حين تسوية الخلاف وإجراء الصيانة مواطنون قالوا أن الشاطئ العام في البحر الميت يفتقر إلى الخدمات والبنى التحتية اللازمة لاستقبال الزوار وبات الكثيرون يفترشون الأرض عشوائيا على جوانب البحر مؤكدين الحاجة إلى أكثر من شاطئ عام في البحر الميت يقدم خدمات بأسعار تناسب دخل المواطن قال نقيب أصحاب محلات التجارة وصياقة الحيوة ومجوهرات ربحي علان أن أسعار الذهب في السوق المحلية شهدت استقرارا على انخفاض مع إغلاق تداولات المعدن الأصفر بالأسواق العالمية نهاية الأسبوع عند 1707 دولارات للأنصة مشيرا إلى أن الطلب على المصاغ الذهبية والسفائك والليرات جيد جدا وتاليا أسعار الذهب في السوق المحلية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر